بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابناء الطلاب أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الأول تاهيلي في كريسة نراجع اليوم ما أخذنا في الدروس السابقة عن الفعل وأنواع الفعل لكن يجب أن نبقى هاديين ونحضر الكتاب ونبقى هاديين أثناء الاستماع والمتابعة مع المعلم أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة أن نحضر قلما حتى نتمكن من حل التدريبات سويا في الدروس السابقة أخذنا الفعل وذكرنا ما هو الفعل تذكرون في درس تكوين الجملة أخذنا أن الجمل نوعين لدينا جملة اسمية وجملة فعلية قلنا أن الجملة الفعلية هي التي تبدو بفعل طيب ما هو الفعل؟ الفعل هو الكلمة التي تدل على عمل معين في زمن معين إذن الفعل هو كلمة تبدو بها الجملة الفعلية لكن هذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على عمل شيء معين وهذا العمل يكون مرتبطا بالزمن يكون مرتبطا ماذا؟ بالزمن فلدينا ثلاثة أنواع للفعل فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر الفعل الماضي هو مرتبط بزمن الماضي أي أن هذا الفعل قد وقع وانتهى مثال أكل عمر التفاحة أكل أكل فعل أكل عمر التفاحة جملة فعلية لماذا؟ لأنها بدأت بالفعل أكل طيب أكل فعل وفعل ماضي لماذا نقول أنه ماضي؟ لأنه وقع في زمن الماضي أي أنه وقع وانتهى طيب الفعل المضارع هو الفعل الذي يحدث الآن أي أن هذا الفعل أو هذا الحدث أو هذا العمل الآن يحدث مثال يشرح الأستاذ الدرس ماذا يفعل الأستاذ أمامكم الآن؟ يشرح الدرس إذن يشرح فعله مضارع لماذا؟ لأنه يحدث الآن ذكرنا أن الفعل المضارع أيضا له أفعال مضارعة يبدو بها دائما الفعل أو له أحرف مضارعة يبدو بها دائما الفعل هذه الأحرف هي أربعة أحرف حرف الألف عندما أتكلم عن نفسي فأقول مثلا أشرح الدرسة أشرح الدرسة آ أشرح فأنا الآن أتكلم عن نفسي بدأ الفعل بحرف الآ أو حرف الهمزة طيب الحرف الثاني حرف الي عندما أتكلم عن مفرد مذكر غائب فأقول يلعب عمر يلعب يا يلعب طيب والحرف الثالث حرف التا عندما أتكلم عن مفرد مؤنث غائب أيضا فأقول ترسموا سارة تا ترسموا إذن بدأ بحرف التا لأنه أنثى حرف النون عندما نتكلم عن مجموعة فنقول نلعب بالكرة نلعب بالكرة إذن هذا هو الفعل المضارع طيب فعل الأمر هو الفعل الذي يدل على الطلب عندما أريد أن أطلب من شخص شيئا وهو مرتبط بزمن ماذا؟ زمن المستقبل عندما أقول افتح الكتاب افتح وفعل أمر لماذا؟ لأن فيه طلب المعلم يطلب من الطالب أن يقوم بفتح الكتاب إذن لدينا ثلاثة أنواع للأفعال فعل ماضي فعل مضارع وفعل الأمر طيب لديكم الآن في التدريب أمامكم في الكتاب أريد أن نفتح التدريب حتى نقوم بحله لدينا الآن فعلان في المربعات الحمراء وصورة نريد أن نعرف ما هو الفعل المناسب لماذا يفعل الولد في هذه الصورة طيب لدينا ولد يقوم بشرب الحليب طيب ماذا يفعل الولد؟ يشربوا الحليب أحسنتم يشرب الآن لماذا يشرب؟ لماذا اخترنا الفعل المضارع؟ لأن الفعل المضارع يحدث الآن لأن الشرب يحدث الآن الولد في هذه الصورة الآن يقوم بشرب الحليب لذلك اخترنا الفعل المضارع طيب هذا هو الفعل المضارع يشربوا أيضا نضع أيضا نضع على الفعل المضارع نضع آخره ضمة فيصبح الفعل يشربوا يشربوا طيب لماذا لم نبدأ؟ لماذا لم نختار الفعل الذي في الأعلى؟ شربا لأن شربا يدل على الفعل الماضي شربا يدل على أي فعل؟ على الفعل الماضي طيب شربا يدل على الفعل الماضي يشربوا يدل على الفعل المضارع طيب الآن لدينا صورة أيضا وفيه فعلين معي خذ ويأخذ طيب نشاهد الصورة الأم تطلب من الولد أن يأخذ الدواء هناك طلب إذن طلب ماذا؟ فعله ماذا؟ فعله أمر إذن ساذا خذ خذ الدواء لماذا؟ لأن الأم تطلب من ولدها أن يأخذ هذا الدواء إذن خذ فعله أمر فعله أمر طيب يأخذ فعله مضارع فعله مضارع خذ فعله أمر طيب الآن في الصورة الولد نائم الولد نائم طيب الآن هو نائم نختار الفعل الماضي ناما أو الفعل المضارع ينامو سنختار الفعل المضارع ينامو لماذا؟ لأن هذا الفعل يحدث الآن لأن الولد الآن ينام طيب لدينا الآن يريد مننا نضع الفعل في المكان المناسب فعل المضارع سيكون على صيغة يأخذ فعل الماضي سيكون على صيغة أخذ فعل الأمر سيكون على صيغة خذ طيب نريد أن ننظر إلى الأفعال في الأعلى ما هو الفعل الذي على صيغة يأخذ يأكل يرسم يدرس يفعل ما هو الفعل في الأعلى على هذه الصيغة مشابه ليأخذ هل سأل مشابه ليأخذ أو يدرس مشابه ليأخذ يدرس أحسنتم إذن يدرس فعل مضارع لاحظوا أنه بدأ بحرف الياء طيب لو أريد أن يدرس أريد أن يجعل فعل ماضي أحذف حرف الياء وأضع فتحه في الآخر يصبح درساء طيب درساء الشيء الحرف المضارع وهو حرف الياء طيب فعل الأمر أو فعل الماضي على وزن أخذ أخذ أريد أن نبحث عنها في اللعلى سأل هل هي مشابه ليأخذ سأل أخذ لاحظوا نفس النطق سأل أخذ إذن هذا فعل ماضي طيب ذهب أخذ ذهب أخذ أيضا فعل ماضي نفس الوزن طيب فعل الأمر على وزن خذ خذ في طلب كل اجلس افتح هذه كلها أفعال طلب مرتبطة أيضا بالمستقبل إذن اجلس وكل هي أفعال الأمر إذن لدينا فعل المضارع يأخذ أو عفوا يدرس على وزن يأخذ فعل الماضي سأل ذهب على وزن أخذ وفعل الأمر خذ اجلس كل افتح هذه كلها أفعال أمر إذن الأفعال عندنا لها ثلاث سيئة فعل المضارع يفعل يفعل هذا الشيء فعل الماضي فعل فعل الأمر افعل طيب لدينا الآن ثلاث جمل ثلاثة أحداث يريد مننا أن نضعها في زمن الماضي مرة وفي زمن المضارع مرة وفي زمن الأمر مرة أخرى طيب سنقوم بقراءة الجملة ثم نضعها فعلا ماضيا ثم فعلا مضارعا ثم فعل أمر وسنقوم بقراءة الجملة بكل الأفعال الجملة الأولى ذهاب الولدي إلى المدرسة أولا أريد أن نعرف أن الفعل عندنا هنا سيكون ماذا هو الذهاب هذا هو الفعل الذي قام به الولد الولد قام بالذهاب إلى المدرسة أي أنه انتقل من المنزل إلى المدرسة طيب طيب من الفاعل من الذي ذهب الولد طيب ممتاز طيب كيف أجعل ذهاب حطه فعل ماضي سأقول ذهب ذهب الولد إلى المدرسة ذهب لاحظوا على وزن فعلا أي أن هذا الشيء وقع في زمن الماضي وانتهى ذهب طيب مضارع على وزن يفعل سأضيف ياء وأجعله مرفوعا سأقول يذهب 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 الولد إلى المدرسة هذا فعله مضارع باللون الأحمر طيب باللون الأزرق فعله أمر سأقول اذهب أريد من الولد أن يذهب إلى المدرسة أطلب منه أن يذهب إلى المدرسة سأقول ماذا اذهب إلى المدرسة اذهب إلى المدرسة إذن الفعل الماضي ذهب المضارع يذهب والأمر اذهب طيب الجملة الأخرى تنظيف البنت سنانها نلاحظ أيضا أن الفعل سيكون عن ماذا؟ عن التنظيف وهو الحدث طيب سنقول في الماضي نظفت على وزن نظفة التا هنا لأنها أنثى نظيف هذه التا تسمى تا التانيث طيب نظفت طيب هذا في الماضي أي أن البنت نظفت أسنانها في الصباح وانتهت من تنظيف أسنانها طيب أريد أن البنت الآن تنظف أسنانها ماذا سأقول؟ تنظف لاحظوا لأنها بنت أضفنا حرف المضارعة التا في البداية وفي الأعلى لأنه ولد أضفنا حرف المضارعة اليا لاحظوا الفرق يا يذهب عندما أتت البنت نقول ماذا؟ تنظف أيضا المضارع دائما مرفوع أي أن أعلاه آخره ضم أو علامات الرفع الأخرى طيب الأمر نظفي نظفي أسنانك نظفي طيب إذن لدينا ثلاثة أفعال نظفت تنظف نظفي طيب الرابع أو الثالث لدينا ركوب ركوب محمد الحصانة طيب الفعل أن محمد قام بركوب الحصان هذا الفعل طيب سأضعه في ثلاثة أزمنة في زمن الماضي في زمن المضارع وأطلب من محمد أن يركب الحصانة طيب في زمن الماضي على وزن فعلة سأقول ركبا ركبا محمد الحصانة طبعا الفاعل دائما مرفوع أي أن أعلاه ضمه الشخص الذي قام بالفعل دائما يكون علىه ضمه ركبا محمد الحصانة طيب فعل مضارع أولا هو مذكر محمد إذن سأضيف حرف المضارع علياء فأقول يركبوا يركبوا طيب لو أنها سارة لو أن الجملة ركوب سارة الحصان سأقول تركبوا تركبوا إذن ذكرت يركبوا لأنه ولد استخدمت حرف الياء طيب لو أنها بنت استخدم حرف التأقول تركبوا آخر شيء فعله الأمر أقول اركب اركب الحصان يا محمد طيب إذن لدينا ركبة يركبوا اركب هذا الفعل الماضي والمضارع والأمر من هذا الحدث إذن أبنائي تعلمنا الثلاثة أنواع من الأفعال كل فعل مرتبط بزمن معين تمنى أن تقوموا بحل التدريبات في الكتاب شكرا لانتباهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته